هناء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الإعلامين بمناسبة ذكرى انتلاق البس الأول للإرسال التلفزيوني في مصر في الحادي والعشرين من يوليو من عام 1960 وأضاف زين أن التلفزيون المصري بأبنائه هو من قضى حركة تنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وبرسالته الإعلامية شكل وجدان الأمة بإبداعته وتراثه الفني والثقافي الفريد وأسهم في تعزيز بناء الشخصية المصرية كما أكد زين أن أبناء الإعلام الوطني لا زالون يقومون بدورهم الوطني بالتقديم رسالة إعلامية تواكب متطلبات العصر والجمهورية الجديدة ويقدمون خطابا إعلاميا يسهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجديدة التي طرأت على المشهد العالمية